ضغوط جديدة تواجهها الإدارة الأمريكية جراء دعمها المطلق لإسرائيل في حربها على غزة هذه الضغوط تجسدت في أشكال وصور عدة من بينها الاستقالات استقالات لضباط ومسؤولين في مؤسسات دبلوماسية وتعليمية رفضا لمواقف إدارة بايدن حيال تلك الأزمة أحدث هذه الاستقالات جاءت من قبل ضابط أمريكي بردبة رائد وهو هاريس مان الذي استقل من وكالة الاستخبارات الدفاعية مان أرجع استقالته إلى ما وصفه بالدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل والذي سهم في قتل وتجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء في غزة استقالة الضابط الأمريكي ليست سابقة وإنما تذكر بزميله الطيار في سلاح الجو الأمريكي الذي أقدم على حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على سياسة إدارة بايدن في غزة وإذا كان بعض العسكريين الأمريكيين استفزتم المشاهد غير الإنسانية في غزة فإنها أيضا دفعت عددا من المسؤولين في الخارجية الأمريكية إلى ترك مناصبهم مثل أنيل تشيلين مسؤولة الشؤون الخارجية عدد من الجامعة الأمريكية شهد أيضا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين واستقالات لعدد من أساتذتها الأمر الذي شكل مزيدا من الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن واضعا إدارته في مأزق سياسي على المستوى المحلي مواقف تسجلها الإنسانية لشخصيات لم تهمها مناصبها بقدر ما أهمها عدم المشاركة فيما يعد أكبر جريمة يسجلها التاريخ الحديث ضد شعب أعزل كل جريمته أنه يطالب بحقوقه في دولة مستقلة ذات سيادة اشتركوا في القناة